كما يقولون ناس قبل انطر مارس ذهب خالص احنا نقول لكم المراجعة في مارس ذهب خالص ثلاثة نصائح مهمة في الفيديو هذية باش نعرف كيفاش نستغله اخر عطل عنا في الباك نعرف انه الكلام هذية برشة لمذة يخوفهم وتقول لي عمت ليسترس اكسبريا لحكاية باش كانك واحد من المذة اللي مخدموش على رواحهم في وسط العام وطهو حقها بالباهي دونك وقيت باش تعمل ريمونتادة وقيت باش تاكسيليريو لك نجم تخلط فاسي الماء وكانك متلام ذا لخدمة رواحهم في اول العام وعملوا اي فور باهي نوصيك باش تشد صحيح ومتهز شي ديك في الدقيقة هذي بالذات خاصة انه عام السنة العطلة باش تجينا بكلها في رمضان دونك ما نجمش ندخل لكيكة طول طول مغير ما نعمل بلان واضح ومغير ما نحضر لها علاقات اول نصيحة باش نوصيك على الدوزيام تريميستر مدام كنت تعدي في دي دوفور دو سنتيز دروس متاحها مزيلو فرشك في مخك دونك جمعة الأولى متاع صلعها استغلها باش تسكر على قاعدة يونفو بورتوت حط في مخك اللي انتي دروس متاع التريميستر الثانية باش تحضرهم كينك للباك برنسبة دراو مش بش يقعد لك من بعض وقت باش تخدمهم هذه الحاجة الثانية اللي هي مهمة برشة انه في الدوزيام تريميستر دروس جنرال ما يكونوا طوال مثلا نعطيك اجزامبل في الفيزيك عنا الميكانيك فورسي عنا الارل سي فورسي عنا اليزاند هذو ما مهمش يدروس متعليل صلالة باش تخليهم جمعة قبل الباك او جمعتين قبل الباك من تويل لازمك تخدمه احنا تعودنا انه في العوامي اللي يفاتوا لكلهم من ديما دوزيام تريميستر هي اقصر واحدة العامة الباكرة هو عام استثنائي روتبالك اقصر تريميستر عنا هي الثالثة علش على خاطر من بعد عطلة مارسة هي العادة تنازلي مش يبدأ مش بتتعدي في الدوفورات الرسمية باش تعدي باكسبور باش تعدي دوفور دو تي باي اللي هو البراتيك معناها اللي هم على اقل باش تقعوا جمعة وانت تحضر له حتى كان مكش قاعد تخدم دونك مخك كل وتركيزك الكل باش يمشي معه ومبعد في سع فيسا باش نقاور احنا في الباك بلون ومبعد دينا الباك برنسيبال دونك يلزمنا نستغلو العطلة هذية متع مارس على قاعد نصيحة ثانية بلاي باش نواصيك حاول اصلاع على جاية متتعاملش معها على اساس ان هي اه راح يعني مش مش تعديو ثلاثة اربع ايام راقدين ويا حيطو نهار الرابع والخامس نبدو في الريفزيون لا من النهار اللول مدامك مزلت شادة دلريتما متاع الليسي مدامك مزلت تنجم تقعد ع الطاولة وتركز سبعة وثمانية سوية في النهار دونك ستغلك الفرصة هذيك باش انك تدخل دي لك تموها في الصلاع معناها ماكسيموم متاعي نرتاح النهار اللول نهار حد ابرتير من غدو من النهار الاثنين باش نبدأ في الريفزيون متاع فما ناس كيف حالاتياني مثلا ما نجمش نراجع قبل شقان الفتر من نجم الراجعة كان في الليل نوك من النهار اللول انتي اضبط الوقت متاعك متاعدي يومش نصلاعه كاملة وانتي مكش عارف اذا راعك تريفز بالليل ولا تريفز بالنهار شوف وقتها تحس راعك مرتاح ومخكم محلول ووقتها باش تركز حاجة اخر برابي نوصيكم عليها بالنسبة للليتودات ولا عندك ديرات راباج ولا عندك اي حاجة ضن كفاهة تلقي متاع معلومة معنا مش تاخل معلومة من عند الأستاذ ماذا بيك تكون قبل شقان الفتر عليش؟ خطر بعد شقان الفتر نحب ونخليه الوقت الكودو للترافاي انديفيدويل ماذا بيه الواحد وهو يراجع يكون باحده قهوة كستاي حاجة حلوة دونك بشيتوى نسبة دونك اي حاجة فيها تلقي معلومة دونك خليوها قبل شقان الفتر عملها الصباح معناها وبالنسبة للترافاي انديفيدويل يلفو ميو تخليه في الليل بالنسبة للنصيحة الثالثة والاخيرة دونك نوصيك بشتخدم باروبجيكتيف شو معناه؟ هنا يا رومش في حاسبك حتى احد راك انت مسؤول دونك واعي كتحط قدامك السيري دونك ما تقوم الا ما تكملها من اللول انت تعرف المكانيات متاعك مثلا تعاف روحكم تجمش تطول في الريفزيون اكثر من ساعة ولا من ساعة ونص دونك نحط قدامي اكزرسيس واحد ما نبدأش خطر في رمضان نعرفه هاو مو سلسل هاو الصوت متاع التلفزة قاعد يمشي هاو مشيت للكوجينة انا جبت حاجة ناكلها وجوعتها وطشت لا نخدم باروبجيكتيف معنا حطيت قدامي السيري ما نتحرك منها على الطاولة الا ما نكملها كالسيري هذيك ومن اللول نعرف امكانياتي دونك على قده هي بش تختار مثالين واحد من اس كاركار اخوي بش نخدم اكزرسيس واحد برك لاخر ربا بريت بممتاعه قوي ومسانس وكل يحط قدامي السيري كاملة ما يتحرك الا ما يكمل كيف كيف زادة باللهي اه بش نوصيكم على حاجة مهمة برشة اللي هي اللي هما الثقوب السوداء كما ش مثلا التيك توك وقت اللي نمشييني للتيك توك في رمضان ونقول بش نحل دريجة كنتفرج شوية وبرا بش نقع روح يعمل ساعتين وثلاثة سوية دونك حاجة كيما البلاك هولز بش تجبدك ضيعلك وقتك الكل كيف كيف بربي حاجة اخرى المستلسلات والسيريات وكل جوة ذاك الكل وراو رمضان السنية بالنسبة لكتة راو عام استثناء معناها السنية باش تضح اخويا مبلي انتي بالمستلسلات ومتجمش تبطلهم اجالهم في مخك معناها يكذب على مخ قلوت ونتفرجوا عليهم في الصيف عنا برشة وقت حاجة اخر بربي زادة بليه مساج صغير للاولياء باش نوصيهم عليه زادة يبداش التلميذ معناها يراجع في البيت وانتحال تلفز على طول صوتها ولا كل يوم عنا الضيافاتها ولد العم ولد الخالها والضياف وكذا باية هي الضيافة اما عنا عام استثنائي لهناه معناها الكل لنضحيه على خطر ولدنا هذا كباش ينجح ان شاء الله مالشدة اثنية صحيحة واحنا في تقي اكاديمي معاك وانسي ندوك الاخر امتحان في الباك عرض شكب على الب هو واحد من اكبر العروض في منصة اكاديمي واللي راقي تفاعل كبير منذ خمسة سنوات تقريبا احنا في عرض شكب على الباك باش نبدا معاكم في الحصص التفاعلية اللي هي في كل الشعب وفي كل المواد بداية من ثمنتاش مارس يعني من اول نهار في الصلاع واللي باش نعود فيه مع بعضنا برنامج الثلاثي الثاني لكل ونبعد بطبيعة باش نركز معكم على تريميستر الثالثة باش نحضر معكم الباك بلون باش نكون فما خدمة بطبيعة مكثفة برشة باش الباك بلون نعديوها في احسن الحالات ونجموا تستيور واحنا كيكا حتى ولو شكليا قبل الباك برنسيبال ووفرنا لكم بطبيعة تسجيلات متاع الحصص الكل في صورة ما فاتوك ولاش هيك ظرف مخلطش عليها وكيف كيف زادة زدناكم حاجة عامسني اللي هي تسجيلات متاع اه حصص عرض من له للاخر الفوجة الثانية يعني في صورة ما انت عندك درس اقديم ولا ما خلطش باش تسجل في عرض من له للاخر الفوجة الثانية دوم كش طلقت تسجيلات متاحهم من كلهم موجودين عندك باك فما يشكون يقول لي راو الوق وقت ضيق اش نعمل بهم التسجيلات ما نلقاش مثلا وقت باش نعود التسجيل لكله ساعة على الاخر لحكية انتي تخدم في السيري اللي موجودة تحت السيانس تحت التسجيل يعني وحلت في سؤال مش لازم نتفرج عليا حصة كاملة ندخل لك نتفرج في الكيستيون اللي حاشتي بها يفسر هالي البروف بالدتايل وبعد نخرج نروح مش مطالب باش نعود تسجيلات الكل وكان عندك بطبيعة تسائل وانتي قاعد تريفز واحدك البرة من السيانس معناها تلقى الفوروم موجود اتو مومو دونك ينح وانتي قاعد في دارك ما تستحقش لا تهز تليفون لا تمشي لصاحبك لا تقع تقرق بحت حد عنا زادة كيف كيف عرض سيلفر موجود على ذمتنا فيه الفيديوهات القصار فيه الكور فيه 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 مجازين كوريجي فيه زادة دوفور تنجم تستيروحك واحدك بالكوريكسيون متاح مستحقين على اللخر على اللخر للحصص متع التغذية بطبيعة احنا نعرف اه اذا كان ناكل اكثر من لازم ولا نخلوه في الماكلة بطبيعة معتي بشي تقلق ومشي يأثر لي راسي راسي بشي ولي وجع مني بشي نجيب الجهد بشي راجع في الليل ضوك حساس التغذية مهمين على الاخر بشي كونوا لذمتكم مش نحاول نكثفوهم زادة بشنا نجنبوا مشكلة التخمة هذي علاقات كيف كيف زادة شباب ما ننسي وشنو صحتنا نفسية مهمة برشة زادة بطبيعة نجم انت تحل فيسبوك وعلى اليوتيوب وتلقى فيديوهات كيماكا فيهم موتيفيشن وهزولوك المورال وكذا ما لحقيقة صح صحة نفسية مهمة برشة لازمنا نتابعوها عند مختص هكا ليش تقي اكاديمي في عرش شكب على الباك وش توفر لكم مختص في الصحة النفسية دونك بش يقعد معكم منا حتىش لاخر العام ان شاء الله ملايزر بروحك واشترك معنا في عرش شكب على الباك وتمتع باقوى برنامج مراجعة وبدعم متواصل من اكفر الاساذ تقي اكاديمي ديما معاك ومبعضنا نشكب على الباك